في عقاب موافقة منظمة الصحة العالمية على الاستخدام الطارئ للعديد من اللقاحات، أطلقت منظمة الصحة برنامج كوفاكس، وهو مبادرة تهدف للتوزيع العادل للقاحات على الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل، يتولى تنصيقها التحالف العالمي من أجل اللقاحات. وحتى الآن ضمنت منظمة الصحة العالمية توزيع ملايين الجرعات على البلدان التي لم تحصل عليها بعد، وسينطلق خلال هذا الشهر توزيع اللقاحات بحسب مساعد منظمة الصحة العالمية في مجال الوصول إلى الأدوية. ووفقاً لمبادرة كوفاكس، سيتم توزيع ما يقارب 327 مليون ومئتي ألف جرعة بصورة إجمالية غالبيتها من لقاح أسترازينيكا. وستمكن هذه الجرعات من تلقيح أكثر من 3% من سكان الدول المئة وال45 المدرجة على قائمة المبادرة. كما أن عملية التلقيح ستستهدف في المقام الأول المواطنين الأكثر عرضة للمرض، ولسيما أعضاء الفرق الطبية، كما يتضمن البرنامج آلية تمويل موجهة إلى الدول الفقيرة. وحددت كوفاكس منذ انطلاقها هدفاً يقضي بتوزيع جرعات تكفي لتلقيح 20% من سكان الدول المشاركة بخلول نهاية عام 2021. وتنتج الجرعات المخصصة لكوفاكس في معهد الأمصال الهندي وفي كوريا الجنوبية. وفي تحرك يسهم في سرعة توصيل اللقاحات، أبدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة مساعدتها في شراء ملياري جرعة من لقاحات كورونا ومستلزمات التطعيم الإضافية نيابة عن مبادرة كوفاكس، وذلك باستخدام الطائرات المدنية.